يعتبر المثقف أينما كان أحد أهم مصادر قوة المجتمع ووعيه لبلوغ نظام اجتماعي أفضل وفي المشهد العربي يبدو المثقف عاجزاً عن التأثير في محيطه وتطويره ومواجهة مشاكله فالحلول التي تقدمها النخبة لا تتوافق مع طبيعة المشاكل التي تمر بها الشعوب العربية منذ عقود وفي أغلب الأحيين المثقف العربي مسلوب الإرادة والحرية وتابع لرغبة وحاجة السلطة السياسية لقد عرف العلماء العرب المعاصرون المثقف العربي بأن يكون لديه معرفة كاملة بمقاومات الأمة العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر من دين ولغة وتأريخ وحضارة وقيم وأهداف مشتركة بصورة واعية هادفة والثقافة العربية تعني معرفة كاملة بالتراث العربي والعلماء العرب عبر التأريخ وإسهامهم في بناء الحضارة وإرساء العدل وبعيدا عن التعريف اللغوي والاصطلاحي للثقافة فإنما يميز المثقف بشكل عام أنه أكثر وعيا بما يجعل منه المحامي عن قيم الخير والعدل والحرية ومدافعا عن المظلومين وحقوقهم والمطالبة بحياة حرة كريمة ولا يمكن أن يكون في صف المستبدين والمفرطين بقضايا الأمة ومن أولوياته رد الغزو الثقافي الأجنبي وصون الهوية والقيم الحضارية العربية ونشر عوامل النهضة بين أوساط المجتمع الأنظمة العربية الحاكمة وخاصة العسكرية منها لعبت دورا في تغريب الدولة سياسيا وثقافيا عن مجتمعاتها وصنعت ما يعرف بمثقف السلطة حيث مارست السلطة دورا في إيجار طبقة ثقافية بعيدة عن الموروث الثقافي والحضاري الذاتي للمجتمع العربي والإسلامي وتحولت النخب الثقافية أو ما يصطلح على تسميتهم بمثقفي البلاط في بعض الدول العربية إلى سلاح موجه ضد الشعوب وموروثاتهم وفي الطرف الآخر يعيش المثقف العربي محنته بين التيارات الفكرية الغربية والأفكار المتطرفة فلا قوانين تنصره المثقف العربي بمعناه الصحيح يجد نفسه وحيدا تحت قهر أنظمته واستبدال الأحزاب الحاكمة بما عطل فعاليته وقطع حبل الوصل بينه وبين المجتمع تحت طائلة التهجير والنفي والاعتقال لبعض المثقفين وفي أحيان كثيرة تصفيتهم جسديا كما حصل في العراق وسوريا وليبيا ودول كثيرة أخرى أزمة المثقف العربي لا تعد أن تكون جزءا من الأزمة الاجتماعية الشاملة والفشل السياسي في الدول العربية وهو ما كان جليا في محطات الربيع العربي بعد عام 2011 يرى المفكر الراحل محمد عابد جابري في كتابه المثقفون في الحضارة العربية أن الإنسان العربي الذي يوصف بأنه مثقف لا يتعرف إلى نفسه بوضوح ولا يعرف لماذا يوصف بذلك الوصف بسبب عدم بناء مرجعية لمفهوم المثقف في الثقافة العربية إذ لا معنى للحديث عن شيء لا يرتبط بمرجعية يحتاج المثقف العربي فكل ارتباط المرضي في علاقته بالسياسة كذلك يجب تصحيح مناهج التعليم وعلاقة المثقف مع محيطه ومجتمعه والوصول له